اشتركوا في القناة الحرس الوطني في برقيته إلى جلالة الملك المفدى أسماء آيات الشكر وعظيم التقديري ووافر الامتنان والعرفان على تفضل جلالته بزيارة أبنائه رجال الحرس الوطني ورعاية احتفال الحرس الوطني بالذكرى العشرين لتأسيسه وتسليم رايات وحداته وكتائبه مؤكدا سموه أن الحرس الوطني استطاع الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الأعداد والتنظيم والجاهزية العالية بفضل توجيهات ودعم ومساندة جلالتها السامية لهذا الصرح العسكري الشامخ وعهد اسموه الله جل شأنه ثم جلالة الملك المفدى بأن يكون رجال الحرس الوطني عند حسن ظل جلالته للقيام بالواجب المقدس للدفاع عن الوطن والدود عن سيادته ومكتسباته الحضارية والتنموية بالتعاون مع أخوانهم رجال قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية مؤكدين أن توجيهات جلالته السامية لهم خلال زيارته الميمونة لأبنائه رجال الحرس الوطني ستكون بمثابة برامج عمل للمضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار في كافة وحداته الحرس الوطني دعين العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديم عليه منفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يجعله عزا وفخرا وذخرا وسندا للوطن الغالي وشعبه الوفي ليواصل قيادة المسيرة المبارك لجلالته التي تشهدها مملكتنا في عهده الزاهر وأن يحفظ بلادنا ويديم علينا جميعا الأمن والأمان والعزة والتقدم